السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برامجنا شفت منام شفت منام واحترت أنا فيه على رأيي الأغنية طبعا كل واحد مننا بيشوف منام بيحتر فيه وبيبقى قايم من نوم مش عارف هو شاف إيه وسمع إيه وإيه ده وجاي منين ورايح فين فطبعا إحنا مع بعض إن شاء الله بأمر اللي نقدر نفسر كل يعني نقول اقتراحاتكو أوهمكو أحلامكو ونحققها كمان إن شاء الله بأمر الله شفت منام النهاردة إن شاء الله هنتكلم في حاجة مفيدة اللي هي الفرق بين الحلم والرؤية النهاردة الفرق بين الحلم والرؤية حاجة مهمة جدا إزاي أعرف أنا قمت من النوم اللي شفته ده حلم أو رؤية طبعا معروف يا جماعة أنا قبل كده في الحلقات القديمة قوي قلت إن الرؤية عبارة عن حاجة بتبقى بشارة من الله عز وجل بيبقى البني آدم قايم مستبشر بشيء جميل حلو حصله في المنام أو شاف حاجة حلوة أو شاف حاجة خوفته أو شاف حاجة مثلا نقول إيه خضته أو شاف حاجة تكون مش قادر تفسرها أو تعرف معناها إيه فبالتالي إحنا هنا إن شاء الله بأمر الله معاكم عشان نقدر نوصل للمعاني الخفية اللي وراء الرؤية اللي حضرتك شفتها طبعا ده الرؤية اللي هي تشوف حاجة حلوة حاجة جميلة حاجة بيذكر فيها اسم ربنا سبحانه وتعالى أو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أو أي رمز من رموز الأنبياء سواء من أول أبونا آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء ده معناها رمز إن دي رؤية وليس بحلم وطبعا الحاجة اللي أنت بتقوم فيها شايف حاجة أنت مش فهمها أو مش عارفها وفي نفس الوقت مش عارف إيه ده أو مش قادر تتعبر طب يا رب اللي أنا شفته ده خير ولا شر دي كده البشارة اللي هي بتقوم قايم فرحان مبسوط سعيد مستبشر وفي حلم تاني أو مش الحلم بقى الرؤية برضو اللي هي شقة تاني اللي هو الشقة اللي هو أنك أنت تبقى قايم مرعوب من حاجة أو خايف من حاجة وبرضو بتبقى أحيانا كتير رؤية دي بتبقى ربنا سبحانه وتعالى بعت لك انذار إنه هو بينزرك ابيض عن الطريق ده أو ما تمشيش في الطريق ده لأن الطريق ده ممكن يكون فيه خطر عليك مش كويس أو على أولادك أو على شغلك أو على حياتك الزوجية أو حياتك العام